في حاجات برضو بتعملها البنات وده غلط جداً إنها تقعد في حباية دهنية أو كده تقعد تصفيها وتضغط عليها ويطلع علينا حفر في الآخر يطلع حفر في الآخر أولاً أبداً أتكلم عن الحفر هنقول بس إنه فيه مسلس اسمه dangerous area كده في الوش الماهم ما يطلع فيه حبوب ما نجيش ناحيتها أنا شفت فيديوز فهلاً بتتكلم سبها لحد ما يأما مضادة حاوية يخففها أو تنشف لوحدها ممنوع أن نقترب منها ليه بقى؟ لأن المسلس اللي حوالي العين والأنف ده بالجابهة في حاجة اسمها الكافيرن الساينس أو فيه تجويف معين كده في الأوعية مباشرةً بيدخل منه لو فيه مقروب في هذه الحبوب بيدخل يعمل على المخ مباشرةً يعمل التهاب حد فوق وبالتالي هذا المسلس ممنوع لاقتراب منه تحت أي سبب من الأسباب إلا باستشارة الطبيب يشوف إيه اللي يناسب ممكن نوع من أنواع الواميد أو الليزر يساعد في التخلص من بعض الدهون وبعض أنواع الغسول أو الكريم أو التأشير الطبيب هيقدر يتصرف بأمان طيب البشرة الدهونية ما بيحصل فيه حبوب كتير وبنعمل لها ترومة تبدأ تعمل إيه بقى الحبوب دي؟ الجلد زي عضو بيحصل فيه تلايف احنا قلنا أن فيه تلات طبقة طبقة الأدمة اللي بتدي لونة اللي هي اللي احنا بنشوف بيها الناس والناس بتشوفنا بيها والطبقة اللي هي بتدي القوام بتاع الجلد عشان يبقى متماسك إذا كان طري أو ناشف متماسك وحتى عشان يبقى ربنا خالقه كده ككساء يبقى كساء محترم يعني يبقى زي غميز بيدوب يعني أيها صح وبعدين طبقة الدهون البشرة الدهنية بيحصل التصاق بين الطبقة اللي برة واللي تحت واللي تحتية وبالتالي تعمل لنا اللي بنسميها الأكني سكارز اللي هي ندبات ما بعد حبوب الشباب تلاقي حفر حفر تلاقي الحفر ودي لها أنواع تلاتة أنواع مش مهمة للمشاهدين يبقى عارفينها بس تبقى ملحوظة أن فيه حفر بأنواع معينة طيب نكمل بقى قصة فيه دلوقتي حفر أو اللي هي الندبات اللي بتظهر في البشرة دي علاجها إيه بقى الحفر والندبات دي حسب درجتها لو هي درجة خفيفة ممكن نحن نحن فيها فيلر أو مواد امتلاء أو الحاجة اللي بايت بوبولر أو معروفة البي أر بي أو البلازمة الغنيبة الصفاحة الدموية بناخد عينة من الدم وبنعمل لها فصل في جهاز فصل مركزي طرد مركزي صغير ومنفصل بقى بيبقى فيه محتوى اسمه البلازمة الكوت الأصفر ده بناخده ونحنه في هذه المناطق فيقلل من هذا التلايف ويجدد الخلايا ويبدأ يعمل فاصل ما بين الطبقة الخارجية وطبقتك يفصل بينهم تاني عشان ما يحصلش للتلايف ده جميل وممكن بعض الحالات تحتاج حاجة بنسميها سبسيشن أو تسليك لو التلايف شديد جدا لابد نسلك الطبقة الأدم اللي برا دي من طبقة الدرمز أو الطبقة اللي هي بتشيل سمكة الجلد تسليكم من بعض بقى نحن لازمة أو في الهروات يا خبية ممكن توصل للجراحة كمان أحيانا مش جراحة جراحة حاجة تانية لا دي سبسيشن دي حاجة بسيطة جميل جدا طيب صاحبة البشرة الدهنية في فصل الصيف تتعامل معها إزاي؟ أول حاجة نقلل مسببات البشرة الدهنية جميل اللي احنا عارفينها كلنا وحفظنا اللي هو الدهون والزيوت واللب كل ما يسبب والتروكلت والحاجات الأصلا ما بقولش نمنع نفسنا 100% نقلل لأنه ده يقلل إفراز الخلايا الدهنية نمرة اتنين هنشرب مية كتير وده ينطبغها لكل أنواع البشرة الجافة والدهنية والطبيعية كمان نشرب مية كتير جدا نمرة تلاتة هنعمل كير في الجو لو جو الصيف بيبقى مطرب شوية ممكن البيئة ما تكون فيها بعض الأتربة لازم نعمل نظافة شخصية للوش باستمرار ما نهملش غسول للوش حتى لو بالماء الصابون العادية خالص لو الستة تحط ميك اوب أو كريمة أساسة أو هي حاجة تبقى حاجة كويسة بلاش حاجات التقيلة في مصد وتقيلة وتبقى تصنعها مش مطيف طب ولنزل البحر وبيعمل فول ميك اوب بقى دي مشكلة هو مفروض النزل للبحر بياخد احترازات لوقاية من أشعة الشمس وحاجة قلتيني هنتكلم عليها في الآخر آه طبعا دي مهم فيبقى شور بالماء وانحنا قلل للدهون وفي نفس الوقت انحنا على قد ما نقدر نعتني بالبشرة ونضافتها بالمقام الأول في فصل الصيف الألبان والأي حاجة داخل فيها الألبان ده بيسبب حاجات للبشرة الدهنية برضو مشاكل نسمعنا كمعلومة برضو من ضمن الحاجات هما يقصدوا الألبان اللي فيها دهون يعني اللي هي الفول الكاملة دسمة قوية آه الألبان الكاملة الدسم بقى اللي هي دسمة جدا لكن البروتين بصفة عامة هو مهم جدا لتجدد خلايا البشرة والشعر صحيح يعني حتى انت الشعر اللي بيبقى مثلا فيه جفافة أو مجاعد شوية بيتعامل فيه بروتين أنا متكلمش عن البروتين اللي بتعامل عند الكوافير مش البروتين كوافير بالظل بس فيه نوع من أنواع البروتين أو حتى مشتقات من البيض والبروتين الطبيعي بتبتدي ليونة جمدة جدا في البروتين من العناصر المهمة جدا لكل خلايا العضلات والجلد والبشرة دميزة